قتل 45 عنصرا على الأقل من فصائل المعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا جراء غارات روسية استهدفت أحد مقرات فيلق الشام بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ولم يتضح السبب الذي أدى إلى القصف الروسي على هذا الفصيل الذي شارك بمحادثات أستان الأخيرة والتي أعلنت إدلب على أثره من مناطق التهدئة في سوريا